من الأذكار التي تحافظ عليها وتحافظين عليها قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الذكر لو ذكرته كل يوم مئة مرة ما أجرك عند الله عز وجل مئة مرة ما تأخذ دقائق من يومك مئة مرة بعد الفجر أو مئة مرة بعد العصر أو في أي لحظة في يومك هللت بهذه الصيغة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب كأنه اشترى عشرة واعتقهم لله جل وعلا مئة مرة لا تأخذ دقائق أعتقت عشرة لله من منا يتعود هذا الذكر في صباحه أو في مسائه منتهى الأجر عشر رقاب ثم كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة ثالثة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون